السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا متابعين على صفير الجنة. انا سؤادا مبطجي في كل مكان. ان شاء الله النهاردة هنتكلم تاني على الاضافات. لان الاضافات ديت اهم حاجة بالنسبة لي انا شايف ان التغذية اهم حاجة بالنسبة للطير. الطير لو تغزة صح ان شاء الله كل حاجة هتمشي معاك تمام وزي الفل. الاضافات دي احنا بنحطها سواء عاملين خضروات زي الجزر او الفلفل او الكوسة او الكلام ده او سواء عاملين مستنبت او سواء عاملين اكل طري. يعني الاضافات ان شاء الله سابتة معانا. دي اخر اضافات انا استكررت عليها في في التغذية عندي الحمد لله. والدنيا معي زي الفل. الاضافات دي مهمة بالذات الفترة دي عشان نرفع مناعة الطيور. يعني يعني الشهر ده الجو في برد جدا. وفي ناس كتير بتفقد اه عصفير. فاحنا محتاجين ان احنا نرفع مناعة الطيور على القد ما نقدر عشان نساعد الطيور ان هو يعدي مرحلة البرد دي على خير. ان شاء الله هو ده اسعب شهر في الشتاء. الشهر دوت يعني بتبقى الزغليل ضعيفة بتبقى الاهالي منعتها بتقل من درجة الحرارة المنخفضة. فاحنا كل ما بنرفع مناعة الاهالي بنساعد الزغليل ان هي تعدي على خير. وربنا عوضنا جميعا يا رب عن الطيور اللي بنفقدها في الفترة دي. ده جزر مبشور اه. دي مبشرة عادية خالص. تمام? انا استخدمتها. انا بشرت الجزر عشان نوفر وقت الفيديو. تمام? اه طبعا الجزر لازم يبقى مخصول ولازم يبقى مضيف زي ما انتم شايفين كده الجزر انا باخصله بقطعه بحطه في التلاجة. وببدأ ان انا اه استخدمه على حسب ايه احتياجي. الجزر المبشور انا بعمله مثلا مرة واحدة في الاسبوع ما بكترش عن كده عشان احنا في البرد. نقل ان هو في نسبة مية كبيرة ممكن نزود معي الاسخالات. والاضافات دي ان شاء الله مش هتخليك اي نسبة مية في الغزر. التاني حاجة طبعا الجزر بقى في التلاجة لازم يسيبه فترة بعدا مبشوره عشان اتطمن ان الجزر مش بارد على الطير بحيس انه ما اعملوش نازلة مع ويه. في يبقى في درجة حرارة الجو العادية. تمام? هنشرح الاضافات كده. الاضافات ده اول حاجة البودر. البودر انا بستخدم الحاجات دي يعني كزا حاجة على بعض. يعني دي حلبة مطحونة عليها نسبة بقصمات. بس انا عرفت ان الحلبة المطحونة الفايدة بتاعتها اكتر بكتير من البقصومات. فبالتالي بدأت ان انا استخدم الحلبة المطحونة بنسبة كبيرة والبقصومات بنسبة صغيرة. فدي اول كيسة دي دي حلبة مطحونة على بقسمات. بنحطها سواء على المستمت او على الاكل الطري او على الخضروات زي الجزر والكلام ده. تمام? بناخد منها مسلا معلقة او معلقتين. على حسب الكمية اللي عندنا وعلى حسب احنا عايزين الخلطة تبقى نشفى معانا. تمام? طبعا يا جماعة انا اتكلمت في فيديوهات كتير. قبل كده عن الحلبة. الحلبة يعني سحر الكثير في كل حاجة. يعني لو قد نتكلم عن الحلبة هتحتاج فيديو الوحدة. الحلبة مهمة جدا في التخصيب. مهمة جدا معي في القمعان الريش وفي قوة الريش. مهمة جدا معي. انها تمنع عندي اي حشرات بسبب رحيتها القوية. بتخلى عندي الهضم كويس جدا عند الطير. بترفع معي التخزيع عند الطير. فيها كمية متابينات كبيرة جدا. تمام? تاني حاجة معنا الكيس ده ده مش بقسمات. الكيس ده عبارة عن ترمس بودر. وحمص بودر. وشوفان بودر. تمام? الكيس ده انا بجيب لحاجات دي من عند العطار بودر. وبخلطها على بعضها. هو الكيس بيبقى لونه كده. يعني هو العطار اه. انا بقول له على الحاجات دي هو بيعملها لي عبناء على طلبي. دوت ترمس بودر. وحمص بودر. وشوفان بودر. وعليه نسبة قرفة بسيطة. تمام? يبقى ده تاني. عشان الحاجات دي مهمة جدا هتفرق معك جدا في الاحماض الامنية وفي الاملاح المعدنية اللي انت بتقدمها للطير. ويتحس ان انت عندك فعلا طيور ما شاء الله طالعة من الجم. الترمس البودر والحمص البودر هيديه كيمة غذائية حاجة عالية جدا للطير. انا مش دكتور. ومش يعني. اه مش هخش كتير في التفاصيل بس هي كقيمة غزائية او كحاجة نستخدمتها جابت معي نتيجة كويسة كده للطيور تمام طبعا هنحط منها برضو نفس الكمية تقريبا هي بيبقى لونها كده يعني يفاتح سنة انا مكتر بس ببودر شوية لان انتو عارفين ان المتظهر في نسبة مية كبيرة هنتكلم تالت حاجة عن المورينجا المورينجا ممكن تجيبها بودر او تجيبها زي ما انا جايبها كده ورق اا ورق متقطع تمام وطبعا كانت المورينجا نقصها الفترة اللي فاتت اما اجيب المورينجا بيوربن عند العطار اما اشتريش المورينجا الجاهزة اا كنت اشتغلت بها فترة بودر اللي هي زي شاي المورينجا كده بس عشان ما كنتش لقي مورينجا في العطارين تمام طبعا المورينجا دي يعني فيها كل الفيتامينات اللي ممكن تحتاجها وتقدمها للطير دايما جماعة نشتغل طبيعي يبلش ان احنا نقدم حاجات كميائية كتير للطير خلي الطير يعتمد على الحاجات الطبيعية حسسوا ان هو بيرجع للطبيعة وكمان عشان تقدر تحمي طيرك يبقى عمره الافتراضي بتاعه طبعا اعبار بادل لا بس انت كده بتصرع بهلاك الطير بسبب كتر استخدام الحاجات الكيميائية الحاجات الطبيعية بتبقى افضل ما بتضرش معاك كبد الطير ما بتضرش الكلا ما بتحتاجش غسول كلاوي ما بتحتاجش غسول الكبد ما بتحتاجش بقى تخش في الكصة دي كلها وتفضل تحطها ادوية كل يوم في المسقة او تقدم كل يوم حاجات كميائية للطير لا احنا بنشتغل بحاجات طبيعية زي ما انتوا شايفين كده اكل طبيعي جدا كل يوم احنا بنقدم حاجة سواء ااااا اكل طري او سواء مستنبت او سواء جزر كل الحاجات دي بتفرق معانا اااا في التغذية وبتدى للطير كل الكيمة الغزية اللاو محتاجها وفنفس الوقت اا احنا بنوفر برضو في خلطة الحبوب اللي سعرها عالي لان في ناس كتير جدا يعني هتخرج من الهوية بسبب اسعار الحبوب وانخفاض اسعار الطير في احنا بنحاول نساعد ان احنا نخفف استهلاك الحبوب شوية هي الحاجات ده انا عارف ان هي برضو مش رخيصة بس عالقل يبقى انا بقدم كوما غذائية اعلى للطير اخر حاجة معانا ودي الحاجة اللي هنتكلم عنها بالتفصيل شوية وهي حبوب الطاقة طبعا الكيس الكبير ده زي ما انتم شايفينه كده ده ما شاء الله يعني يخش في كيلو ده يعني عدد خمس ستة حبوب انا كنت بحط الاول كمية اكبر من كده عدد اكبر من كده من الحبوب بس يمكن دي الحبوب اللي انا استقرت عليها هتها هتها بقى صغار كده اناس ماشي بسوا يا جماعة الحبوب دي يعني انا خانست ان انا اشرحها لكل اول قبل ما اضعها على بعضها بس خلاص يعني انا قلبت الحبوب الحبوب الطاقة على بعضها انا بجيب من كل حاجة اتم معادة بزر الكتان والينسون بجيب منهم ربع تمام ده هو بزر كتان تمام ده بزر الكتان اللي هو الكبير ده اللي هو حاج مكبير تمام والينسون طبعا احنا عارفين الينسون ده علي بزر برسيم كمان في حاجات صغيرة هين مش عارف بينا معك او لا لا بزر برسيم وبزر جرجير وحب الرشاد كل ده انا بقلبه على بعضه بجيب اه الجرجير والبرسيم بجيبهم تم تمن جرجير وتمن برسيم وتمن حب الرشاد وربع ينسون وربع بزر الكتان طبعا ونتكلم عن ايهم بزر الكتان كده في عجالة في كمية زيود كبيرة طبعا بيعني بفرق معنا جدا في رش الطائر بيفرق معنا في اخراج الطائر بيفرق معنا جدا في كمية الفيتامينات اللي هو بيقدمها للطائر التانية حاجة الينسون الينسون طبعا بيفرق معنا في الامراض التنفسية بيهدي الطائر جدا بيخلي الطائر هادي ما يحصلش مشاجرات كتير بين الزكرة والانسة ما يحصلش افتراس للزغاليل وطبعا السبب الرئيسي في الافتراس هو ضعف التخزين كلما انت تبقى في عندك ضعف تخزية في المزرعة عندك او للطيور عندك ده هيسبب الافتراس هيزيد معاك ليه هيزيد معاك؟ لانه هو الطائر ده طائر محبوس هو محتاج انه هو يحصل على القيم الغذائية اللي هو محتاجها فهو مش بيلاقيها فهو افضل طريقة واسهل طريقة بالنسبة له انه هو بيبدأ يلجأ للطائر اللي معاه انه هو يعود منه القيم الغذائية اللي هو محتاج فا احنا كلما احنا بنوفر للطائر القيم الغذائية دي ان شاء الله مش يحصل افتراس معنا طبعا بزر الجرجير وبزر البرسيم دول كويسين جدا في التخصين ويخلوا معاك ان شاء الله في الانتاج زي الفل تمام؟ اخر حاجة معنا اللي هي حب الرشاد حب الرشاد مهم جدا في الفترة دي عشان الالتهابات المفصلية لان حب الرشاد من الحاجات اللي هي بتمنع الالتهابات المفصلية بسبب الجو البرد ده فهتساعدنا ان الطيور عندنا ما تتبهدلش من البرد وتبقى الطيور كده واقف كويس يعني يستحمل يعادل البرد ده على خير ان شاء الله دي الاضافات البسيطة اللي انا بحطها تمام؟ بالنسبة للبودر والمورينجا وبالنسبة لحبوب الطاقة حبوب الطاقة زي ما انتم شايفين كده انا حطيتها هيزا ما هي ايه مش حطيتها مش حطيتها بودر ولا حاجة انا بحطها زي ما هي كده هو الطائر عندي بياكلها بلاقي بلاقي بزر الكتان والينسون والكلام ده هو مقشره او او فاتح الحباية نفسها ووكل اللي جواه فانا يعني الحمد لله متأكد ان هما بيقدروا يأكلوها بالطرقة دي طبعا البيزر البرسيم وبيزر الجرجير والحاجات دي بتبقى صغيرة هو الطائر على طول بياكلها باشراء زي ما هي كده ما بحتاجش ان هو يقشرها وحب الرشاد برضو الطيور بقى هي بتتسلى يعني هي الطيور بتتسلى اخر حاجة معنا وفي ناس بتعمل منها خلطة بودر برضو بس انا بحطها على حسب الاستخدام وهي المطهرات المعوية والحاجات اللي احنا بستخدمها بودر زي الكمون والجنزبيل والكركم والكزبرة تمام انا بمحطهمش كلهم مرة واحدة يعني انا حطيت كركم مثلا محطش جنزبيل الكزبرة والكمون مفيش منهم مشكلة ان شاء الله ما بيعملوش حاجة لمعدة الطائر ما بيفرقوش معنا شوية يعني مش مش قويين بحيث ان هم يضروا معدة الطائر لكن الكركم وال والزنجبيل يعني قويين جدا في احنا لازم نحط حاجة واحدة بس بحيث ان احنا ما نضرش معدة الطائر حطينا جنزبيل ما نحطش كركم طبعا الاتنين مطهرات معاوية قوية بيساعدوا الطائر طبعا في اللسهلات وبيساعدوا الطائر في ان المعدة دايما تبقى كويسة ما يحصلش عندك مدفروخ في اول ايام من عمرهم بسبب ان دايما الاهالي بتبقى عندك الدنيا تمام اي اخراج مش مزبوط الكمون والكزبرة هيزبط معاك الاخراج الكمون كويس جدا كو مطهر معاو برضو الكزبرة هتفرق معاك في الامراض التنفسية هتساعد الطائر ان هي تحميه من كل الامراض التنفسية ان شاء الله اخر حاجة معنا الملح والملح حاجة مهمة يا جماعة الملح في ناس بتخفط حطه على الاكل الطري لا انا بحط الملح عادي بس بحط نسبة صغيرة ما بكترش منه بيضبط عندي برضو الدنيا شوية في الاملاح لان انا ما بستخدمش الاملاح معدنية ولا احمد امنية ولا بستخدم اي ادوية تمام يعني المعلقة دي كفية او على الخلطة دي حوالي كيلو او 3-4 كيلو تمام هنحط الكمون ويا جماعة الاكل دوت لو عندي طيور لسه معازة غليل مثلا لسه بدقة تفقس او عمره يوم او يومين بقدم لهم عادي جدا من الاكل ده وبياكلوه عادي جدا ما بحصلش اي مشكلة للزغالين حطينا مثلا زنجبيل النهاردة او جنزبيل اي حاجة زي انت بتقولوا اسمه ايه حاجة بسيطة خالص الحاجات دي بقى لازم تبقى بالمعيار مينفعش ان احنا نزود منها لانها هتضر الطير او ممكن تعمل له التهاب في المعدة فاحنا بنحط كمية بسيطة خالص منها واخر حاجة معانا اللي هي الكوزبارا ممكن احط مثلا نس معلقة اهم حاجة جماعة في التغذية هي في الهوية هي التغذية اهتمت بالتغذية بعد كده بقى نقدر ان احنا نتكلم في الانتاج ونقدر ان احنا نتكلم في التحضين ونتكلم بقى في الحاجات التفاصيل التانية ونتكلم في الهوية بس اهم حاجة التغذية لازم نزبط التغذية في الاول تمام الخلطة جماعة بتبقى ريحتها جميلة جدا يعني الخلطة نفسها وانت بتعملها هتلاقي ريحتها حلوة من الاضافات اللي انت حطتها تمام لما تقلب بقى الجزر ده مش هتلاقي اي مية في الجزر لان انت خلاص انت كل اللي انت حطه دوت هيشد المية اللي في الجزر وطبعا هو هيبدأ ان هو يندمج مع الجزر لان الجزر مبشور انا بشره فهيخلي الطائر غصبا عنه وهو ميجي ياكل الجزر هيبدأ ان هو ياكل معا كل الحاجات الاضافات اللي انت حطتها ان شاء الله هتوصل للطائر وهتدي له كيمة غزاية عالية جدا الجزر والفلفل يا جماعة من الحاجات اللي فيها فيتامين سي عالي وطبعا احنا محتاجين فيتامين سي في الفترة دي فيتامين سي من اهم الحاجات اللي هترفع لك مناعة الطير وتحميهم من البرد في الفترة دي فيه ناس بتجيب فيتاسيد اللي هو الفوار البشري انا كنت بجيب فيتاسيد بس الحمد لله بقيت بقى استخدم اللمون باستخدم الجزر باستخدم الفلفل باستخدم الحاجات الطبيعية زي ما انت شايفين الخلطة ايه الخلطة جماعة يعني تبقى مفرولة كده ما تبقاش معجنة منك تمام لو محتاجة مسلا شوية باودر كمان نحط على حسب ما الخلطة محتاجة بحيس ان هي تبقى كويسة تمام احنا قلنا فيتامين سي مهمة جدا في الفترة دي في حاجات ممكن نضيفها كمان انا بضيفها على الاضافات بس انا ما يعني ما جبتهاش النهاردة الخميرة الخميرة مهمة جدا للزغاليل ومهمة جدا كبكتيريا نفع للطير تمام اه فيه كمان ايه يا ربي اللمون اللمون برضو بيتامين سي عالي جدا اللمون يعني يعتبر زي وزي البرتقان زي الجزر زي الفلفل كل دي فيها حاجات بيتامين سي فيها بيتامين سي عالي اه كل ما تقدم وجبات الفترة دي لازم تبقى وجبتك فيها عنصر اه فيه نسبة عالية من فيتامين سي بحيس ان انت يبقى انت بتقدم لطير اللي هو محتاجه طبعا الشوفان انا كنت بقدم الشوفان حبوب بقيت بقدم البودر زي ما انتم شايفين كده عشان الطير يستفيد منه ما يهضروش الشوفان كما جزاء غزائية عالية جدا للطير اه ده كان فيديو النهاردة فيديو بسيط كده تمام اه حبيت ان انا ادردش معاكو شوية في الاضافات تمام وان شاء الله بازن الله الفترة الجاية يعني هتبقى كل الفيديوهات اه فيها معلومات كويسة ياريت اه نشترك في القناة وما تنسوناش بقى لو لقيت ان شاء الله معلومات فعلا قيمة وتفيدكم الاعجاب بالفيديو والمشاركة عشان اه غيرك يستفيد ان شاء الله والمعلومة توصل لاكبر عدد من الناس كان معاكم اخوكم احمد انا مسمي القناة ومسمي الجروب عصافير الجنة انا سوء ادم باجي انا سوء ادم دول ما شاء الله اولادي ربنا يبارك فيهم يا رب وهتلاقوا كل يعني كل الجروبات او الصفحات اللي انا عملها كلها عصافير الجنة ان شاء الله واي اي حد محتاج اي حاجة يبعتلي في التعليقات او يبعتلي على الجروب او يبعتلي على جروب الواطس وان شاء الله انا تحت امركم جميعا باذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته